موسيقى للقطاع الطبي لمؤسسة حياة كريمة دور كبير جدا بي اومبي عشان كده تم توقيع بروتوكول ثلاثي بين مؤسسة حياة كريمة وهيئة الشراء الموحد والامداد والتموين الطبي وشركة فيزر مصر لتوفير احدث العلاجات المبتكرة للمواطنين الاكثر احتياجا خاصة القرى البعيدة ركزين على الوصول للمستحقين خاصة مرضى الاوران وبساعدنا فداء مكاتبنا الميدانية لموجودة في كل المتفضات مصر عشان نوصل للناس اللي مش قادرين يروف المستشفى ونقدر احنا نفوتهم ونبدأ رحلة العلاج معاهم الهدف من الاتفاقية هو طبعا ان احنا يكون عندنا احدث العلاجات متوفرة للكرة اللي هي تبقى تحت طبعا قيادة مؤسسة حياة كريمة تحت اشراف ايوبيا في عندنا جزئين مهمين جدا بالنسبة لفايزر مصر الجزء الاولاني هو طبعا التوعية الجزء الثاني هو طبعا دلوقتي توفير احدث العلاجات من خلال اليوبيا بتعامل مع مؤسسة حياة كريمة الهدف من البروتوكول هو التركيز على الوصول لكل المرضى من خلال مقرات حياة كريمة الميدانية في كل المحافظات عشان يتم توعيتهم وتوفير احدث العلاجات والادوية المبتكرة وتقديم كل الخدمات الطبية ليهم من خلال عدة وسائل طبية مختلفة بتقوم بها مؤسسة حياة كريمة مع المستشفيات الحكومية وجميع الوحدات الصحية التابعة لكل القرى الاكثر استحقاقا نبتدي ننفذ الخطة لان احنا ما عملناش البروتوكول وبعد كده هنعمل الخطة لالخطة اتعاملت الاول طبعا ما بين كافة الجهات سواء هيتشرال موحد وشركة فايزر عادنا في اجتماعات نقشنا عملنا الخطة والاستراتيجية طبعا المريض ما بيتحملش اي تكلفة ومن خلال حياة كريمة بتتبع مع المريض لو ان شاء الله يعني ربنا يعيش في مرضانا كلهم احتاج الاناج ان احنا بنوفره من فلال شركة فايزر وبالتعاون مع البروتوكول حياة كريمة بالتعاون مع الشراء الموحد وشركة فايزر بنوفر للمريض الكرسي بتاع الاناج بتاعه لازالت حياة كريمة مستمرة في تقديم دورها القوي لدعم كل الاهالي الاكثر احتياجا عشان يوصلوا لاعداد كبيرة من المرضى لتقديم الرعاية الصحية الطبية المتكملة ليهم وبكده هينقلهم لبر امن خالي من اي امراض